اشتركوا في القناة ونحشرنا تحت ظل العرش وأسأله سبحانه وتعالى كما جمعنا على هذه الأرض أن يتجاوز عنا وعنكم في يوم العرض اللهم آمين يا رب العالمين القرآن الكريم الحديث عن القرآن هو حديث عن الدين حديث عن الدنيا حديث عن ملكوت الله كلها بل حديث عن الأمم السالفة والسابقة بأجمعها الله جل وعلا أنزل مئة وأربعة عشر كتابا على أنبيائه ورسله جمعت معانيها مئة وأربعة عشر جمعت معانيها في ثلاثة كتب جمعت في التوراة والإنجيل والقرآن وجمعت معاني هذه الثلاثة كتب في القرآن العظيم وجمعت معاني القرآن العظيم في سورة الفاتح التي نقرأها في كل ركعة من صلواتنا وامتن الله على النبي بها وبالقرآن ولقد آتيناك سبعا من المثاني ثم قال والقرآن العظيم فامتن الله على محمد صلى الله عليه وسلم بهذه السبع المثاني وامتن عليه كذلك بالقرآن العظيم أنا أتصور أن هدف هذه السلسلة المباركة وهذا اللقاء على وجه الخصوص لأنه يعني المتحدث هو أن نقرب المعنى للقرآن نكسر الحواجز قرآننا كتابنا ليس صعب قرآننا ليس طلاسم كتابنا أنزله الله على نبيه بلسان عربي مبين قرآننا محكم ومتشابه وإذا قرأه العام عربيا مؤمنا يفهم أغلب هذا القرآن العظيم الكريم القرآن تقوم عليه الحياة ولقد أنزلنا إليكم كتابا فيه إيش ذكركم هذا القرآن فيه ذكركم تاريخكم مستقبلكم ماضيكم حضارتكم بقاء الأمة إلى أن يشاء الله تبارك وتعالى أحد السلف كان يقرأ القرآن فيقف عند قوله جل وعلا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار يعني يفتح المصحف ويفتح فتأتيه الآية هذه فيقول لا أنا لست من أهل هذه الآية لست من أصناف المنافقين ثم يفتح المصحف فيقرأ وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله يتوب عليهم فيقول لعلي أن أكون من هؤلاء بمعنى أن القرآن لو قرأناه ونحن نستشعر أن القرآن يخاطبنا أنه يعنينا لا وأن فيه النور وفيه الهدى وفيه الشفاء يهدي للتي إيش هي أقوى كل طريقة أقوى يهديك إليها في بيتك في تعاملاتك مع الناس في بيعك في شرائك في زواجك حتى في طلاقك في تربيتك لأبنائك في تعاملك في الحرب في السلم في تعاملك تجد أن هذا القرآن يهديك للتي هي أقوى ولذلك الله جل وعلا جعل القرآن العظيم هي معجزة محمد صلى الله عليه وسلم شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم كان الله يهيئه أربعين سنة وذكرنا في السيرة كيف ولد النبي وكيف ترعرع وكيف تربى وكيف عانى وكيف تنقل لما مات أبوه ثم أمه ثم ماتت أمه ثم كذلك في حضن جده ثم يموت جده وحضن عمه ثم يتلقى النبي عليه الصلاة والسلام ذلك من الإعداد من رب العالمين قبل أن يبعث بثلاث سنوات اختلف الموضوع بدأ النبي يختلي بنفسه في غار حراء الليالي ذوات العدد ويتفكر وينظر والذي وقف أنا دخلت جبل أحد الذي يقف في جبل أحد يرى الكعبة مباشرة ويرى السماء صافية ويرى الأرض وهو في علو الجبل جبل النور وكان عليه الصلاة والسلام يتعمل وينظر ويتفكر عليه الصلاة والسلام في هذا الجبل وفي هذا الغار تحديدا غار حراء الذي هو في جبل النور يقف النبي صلى الله عليه وسلم لتلتقي السماء بالأرض وينزل أمين السماء إلى أمين الأرض في لحظة تاريخية عظيمة جبريل بعد أن رفع عيسى عليه السلام انقطع عن الأرض وهذا اللقاء بعد الطول مدة وانقطاع طويل يأتي هنا ليحتضن محمد صلى الله عليه وسلم وأول كلام يقال له اقرأ ما أنا بقارئ ظنًا منه أنه يقال اقرأ بمعنى تعلم القراءة أو الكتابة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أنا بقارئ أي رجل لا أقرأ ولا أكتب أمي عليه الصلاة والسلام ثم لما قال اقرأ وكررها فالأول يقول ضمني جبريل في الثالث يقول غطني يعني ضغط عليه وقال اقرأ طيب ماذا أقرأ قال اقرأ باسم ربك الذي خلق ويأتي عناق السماء بالأرض وأمين السماء بأمين الأرض بأول كلمة وأول آية وهي في هذا القرآن العظيم اقرأ باسم ربك الذي خلق كأن الله يقول يا محمد اقرأ في كتاب الكون المفتوح اقرأ في السماء الواسعة اقرأ في الأرض الكبيرة الوسيعة اقرأ وأنت تنظر إلى هذه الجبال فاقرأ يا محمد فينزل القرآن من تلك اللحظات يهدأ النبي صلى الله عليه وسلم الرسول الآن لا يعرف من الذي نزل عليه الصلاة والسلام وما المراد ولم يقل له جبريل أنت نبي أو غير نبي ثم بعد ذلك ينتقل وينزل من على هذا الجبل ويتوجه إلى بيته وعند زوجه زملوني دثروني ثم تأتي بعده تلك الآيات العظيمات يا أيها المزمل القرآن ثقيل لكنه ثقيل في نزوله ولذلك النبي كان في أيام الشتاء في الليلة الشتاء الباردة كان النبي تصبصب عرقا صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي لأن الله قالها له إنا سنلقي عليك إيش قولا ثقيل قولا ثقيل قولا عظيما يا محمد هذا القرآن العظيم حنا نقرأ القرآن بالفطرة وكتابنا القرآن مؤمنون مسلمون نحب هذا القرآن ولذلك نشعر حينما يقرأ القرآن من أي إنسان بالراحة فما بالك إذا قرأه المتقن المجود ذو الصوت الحسن الندي كيف سيكون أثره بل وما بالك إذا قرأ أو قرأت القرآن بتدبر وفهم لآياته ومعرفة لمعانيه ثم أيضا طبق ذلك القرآن وعمل به سيكون الأثر أبلغ وأبلغ على مستوى الفرد وعلى مستوى الجماعة وعلى مستوى الأمة ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما حضر إليه علي رضي الله عنه وأرضاه وسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الرسول يقول يا علي ستكون بعدي فتنة فتن في فتن تمر على الأمة أشد مما نراه اليوم فيما نتصوره نحن أن أشد الفتن التي تمر على الأمة منذ أن بعث حبيبها صلى الله عليه وسلم إلى لحظتها لا أظن أنه مر بها فتنة أشد مما يمر بها اليوم قال ستكون من بعدي فتنة الآن علي يسمع الخطاب النبوي عليه الصلاة والسلام ورضي الله عن علي وعن صحابة نبينا فقال وما المخرج منها يا رسول الله نحن عرفنا في فتنة ورسولكم عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ما المخرج منها يا رسول الله قال كتاب الله وسنتي كتاب الله مخرج من الفتن التي تقع في الأمة ثم أخبر النبي علي رضي الله عنه أن كتاب الله ليش يا رسول الله قال هذا الكتاب فيه نبأ ويش ما قبلكم وخبروا ما بعدكم ثم أخبر صلى الله عليه وآله وسلم وحكم ما بينكم يعني الماضي والمستقبل والحاضر هذا ملخص القرآن أن هداية الأمة ماضيها وحاضرها ومستقبلها لن يكون ولا يكون إلا في كتاب الله جل في علاه وفي سنة محمد صلى الله عليه وآله وسلم يا جماعة القرآن وأن تسمع القرآن حيا نشيطا وتسمع الأوامر الصحابة إذا سمعوا قول الله يا أيها الذين آمنوا يقول ابن مسعود فأرعي لها سمعك يعني أنصت ركز ليش قال فإما خيرا تؤمر به أو شر تنهى عنه ولذلك هم إذا سمعوا رضي الله عنهم القرآن عشر آيات لا يتجاوزونها إلا بعد أن يحفظوها ويعرفوا معناها بمعنى يتدبروها ويفهموا تفسيرها ثم يعملوا بها ويطبقوها عشر آيات بعضنا يقرأ القرآن الكريم لا يفهمه ولا يتدبره القراءة بحد ذاتها عبادة لكن التدبر عبادة أخرى وأعلى منها والفهم للمعاني عبادة تفوق أيضا ذلك والعمل بهذا القرآن الكريم والتحاكم إليه عبادة ودرجة وطبق أعلى وأعلى وأعلى ولذلك احذر أن يفوتك الأجر تقول والله إليتني لحينما استمعت القرآن طبقته رجل في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أول ما بعث الرسول يقال له أشعث بن قيس كان الرسول في أول أيامه من بعثته وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم خارجا أشعث بن قيس يتبايع مع العباس عم النبي قبل إسلامه وهو يتبايع معه خرج من خيمة من الخيمة الرسول وهو لا يراه من بعيد ويبيع ويشتري الآن مع العباس فشاف الرسول خارج من الخيمة فكبر فقال للعباس من هذا قال هذا ابن أخي ماذا يفعل يصلي وشوي يقول بدأت أخذ وأعطي معه في البيع فخرج غلاما صغيرا فوقف خلفه وكبر وجلس يصلي قال من هذا قال هذا ابن أخي الثاني علي يصلي معه يقول ثم نظر فخرجت امرأة خديجة قلت من هذه قال هذه زوجته خديجة تصلي معه رضي الله عنهم يقول فقلت ماذا يفعلون قال يصلون قلت لما ليش يصلون قال يزعم أنه نبي يزعم أنه نبي يقول فقال لي العباس تريد يا أشعث أن أذهب بك لمحمد تحدثه تبغى تكلمه تستمع منه وشعش عنده وماذا يفعل ولماذا يصلي يقول فأغرتني دنياي جالسي بيه يشتري فقلت لا لا دعه دعه يقول أشعث هو يحدث عن نفسه يقول فعلمت أنها الخسارة بعد عشرين سنة أسلم أشعث بعد فتح مكة وأقبل على النبي يجهش بالبكاء يا محمد إني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله فقال الله فقال النبي قبل الله منك قبل إسلامك وجب ما كان منك لأن التوبة تجب ما قبلها ويبكي أشعث يقول يا رسول لما تبكي أنت أسلمت قال أبكي على يوم رأيتك والله لو سمعت منك لكنت ثالث ثلاثة أو رابع ثلاثة لو أني سامعا منك تلك الفترة كأن دخلت في الإسلام من تلك الفترة فهو يتحسر على وقت مضى ما سمع القرآن وما سمع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم والفرصة التي تأتيك احذر احذر للقرآن الكريم أن تفوتها أو تتركها لما اجتمع النبي بالقوم في دار الأرقم بعد ما اشتد الإيذاء على المسلمين الرسول جمعهم في دار الأرقم ليش اسمحوا لي أقول باللغة العصر كانت عبارة عن دورات تدريبية في تلقي الإيمان والصبر على العدو والتعامل السياسي والإداري وغير ذلك ولذلك أنزل على النبي وهو في دار الأرقم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر يتعاونون ويتواصون فكان يفهمون القرآن والقرآن كان ينزل على النبي في هذه الأحداث تثبيتا له وينزل على رسولكم ألف لام ميم غليبت الروم في أدنى الأرض أنتم تخيلوا الصحابة مختبئون في دار الأرقم والعدد قليل وقريش تعادي وتؤذي وتعذب بل وقتلت قتلت عمار ياسر أبو عمار وقتلت سمية وقتلت شمعا وعددا ومع ذلك تنزل هذه السورة أبو بكر الصديق يقول أقسم بالله أني أعلم أن نصر الله قريب والله جل وعلا يخبرهم في سورة الروم أن ستنتصر الروم على فارس أو على الفرس وهذا الذي جعلنا وجعل الصحابة يعرفون فاهمين القرآن يعرفون ماذا يريد القرآن لما رغب النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ يعطي قريشا كتاب الله يبلغه من القرآن الكريم قال قال أبو الوليد ربيعة عتبه بالربيعة قال أنا أذهب إليه أخاطبه وراح له عند الكعبة فلما وقف عند النبي عليه الصلاة والسلام عرض عليك ما تعرفون الدنيا تبي مال؟ أعطيناك تريد زواج؟ زوجناك اشتبي يا محمد ماذا تريد؟ إن كنت تريد شيئا من أمير الدنيا فاطلب يوم خلص أبو الوليد شوفوا قمة أدب الحوار والذوق عند رسولكم صلى الله عليه وسلم قال أفرغت يا أبو الوليد خلصت عرضت علي ما تريد هو جالس يقول تبغى فلوس نعطيك ما قال اسكت هذه رشوة تبي مال؟ خلّه حتى سمع منه ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمع مني الآن فتلى عليها القرآن من سورة فصلت حاميم حتى بلغ فإن أعرضوا فقل أندرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثموت وهو يسمع الآيات أبو الوليد يقول والله إن القرآن أو كلام محمد ينزل علي كالسهام من قوته يقول الوليد فلما أراد أن يكمل ما بعدها وضعت يدي على فمه قلت يا محمد ناشدتك الله والرحم يعني صك فمه ناشدتك الله والرحم ألا تتكلم لما رجع يقول لأبو سفيان خشيت وهو يقرأ هذا الكلام أن ينزل علينا صاعقة في تلك اللحظة من قوة الكلام الذي كان يقوله وقال مقولته المشهورة إن له هذا الكلام ليس بكلام شاعر الشعر نعرفه ولا بكلام ساحر ولا بكلام كاهن هذا القرآن له حلاوة وعليه طلاوة وإن لأعلاه لمثمر وإنه يعلو ولا يُعلى عليه أبو سفيان يوم شاف أبو الوليد راجع ذكي أبو سفيان قال والله لقد جاءكم بغير الوجه الذي ذهب به الوجه اللي راح فيه هذا يختلف تغير ثم قال كلمتها المشهورة أبو الوليد يا قوم أطيعوني هذه المرة بس هالمرة وعصوني في غيرها قالوا كيف قال أطيعوني هذه المرة خلوا بين محمد وبين ما يدعو إليه فإن محمدًا سيكون له شأن عظيم أنا أنصحكم أتركوه فإن قامت عليه العرب وقتلت أراحتكم منه ومن شره وإن أعزه الله فعزه عزكم وقوته قوتكم هذا ولدكم لكن تعوه وتركوه بما يقول فكان النبي عليه الصلاة والسلام يخاطب هؤلاء العتاه بهذا القرآن العظيم ومع ذلك يذعنون يذعنون ويلينون ربما يردهم الكبر نعم ولا يستمعون لكنهم يعلمون علم يقين أن هذا القرآن عظيم خذوا مثالا أننا نتكلم عن أمة القرآن لما جاءت الهجرة الأولى هجرة الحبشة وخرج قرابة المئة مهاجرين من الظلم والأذى قبل يهاجر الصحابة بأيام نزلت سورتين نزلت سورة مريم وسورة ايش سورة الكهف وشوفوا القرآن كيف ينزل لأن القرآن منهج سورة مريم لأنكم تبعون تروحون إلى دولة نصرانية عند النجاشي في الحبشة أثيوبيا اليوم وهذه الدولة لابد أن تعرفوا ثقافتهم وتعرفوا كيف تخاطبونهم ولا أحسن من أن تسمعوا سورة مريم وقصتها وعيسى عليه السلام شوفوا القرآن العظيم وتنزل سورة الكهف وسورة الكهف تتكلم في بعض معانيها عن الهجرة تحدثت عن الشباب الفتية الذين آمنوا وهجرتهم وتركهم إلى بلدهم حتى ذهبوا أووا إلى الكهف هاجروا من تلك البلد إلى الكهف داخلين به فيه وكأن الله يقول لهؤلاء الصحابة تعلموا من هؤلاء وهجرت موسى عليه السلام إلى الخضر ليأخذ العلم عنه ويرافقه في تلك الرحلة التي نصفت عليها سورة الكهف في القرآن العظيم والهجرة الثالثة ذو القرنين في إصلاح الأرض وهجرة في إعمارها وإصلاحها فكانت مناسبة أن تنزل على هؤلاء الصحابة في مثل هذه اللحظات ذهبوا إلى الحبشة ولما استقروا واستقبلهم النجاشي قريش استماتت أصابها الوجع والقهر فأرسلوا عمر بن العاص قالوا كيف ذهب هؤلاء الآن النجاشي بيننا وبينه عقود وحلف معين وتجارة سيقطعون الآن بيننا وبين الحبشة ما كان بيننا وبينهم من أي علاقة فلما أرسلوا عمر بن العاص قالوا اذهب قال أنا أتيكم بهم لأن النجاشي صديقة والصحابة استقروا لأن النبي عليه الصلاة قال لهم كلمة قال اذهبوا إلى الحبشة فإن فيها إيش ملك عادل لا يظلم في ملكه أو في حكمه أحد وهذه شهادة النبي صلى الله عليه وسلم للنجاشي وبالمناسبة النجاشي أسلم وأخفى إسلامه وصلى عليه النبي صلاة الغائب عليه الصلاة السلام لما بلغه وفاته وهو الذي يسميها للعلم التابعي الذي أسلم في حياة النبي عليه الصلاة السلام لم يكن صحابيا لأنه ما رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأسلم النجاشي لما دخلوا واستقروا جاء عمرو بن العاص وبدأ يرشي البطارقة ويقولهم شوفوا أنا بدخل على النجاشي وبحاول أقنعه إن هؤلاء حثالتنا وأنهم سفهاء قومنا وأنهم عبيد فينا ولا قيمة لهم حتى نقنعه في أن يعطينا يوم يرجعوا معي فأعطاهم الأموال والهدايا وجهز هدية ضخمة وتليق بالملك وأدخلها عليه ولما دخل قال له كلاما طويل مختصر ذلك الكلام أنه لم يأتيك قوم إلا سفهاءنا وحرك النجاشي في عبارة قال لشوف هل حين اللي انت احتويتهم وآويتهم في بلدك ترى دينهم له بدين النصارى له بدينك انت وله بدين آبائهم وأجدادهم اللي الوثنية والأصنام أتوا بدين ليس بدينك ولا بديننا فقال له نسمع منهم قبل أن نسلمهم لك عن رجل عادل فاستدعاهم النجاشي انتم تخيلوا الصحابة داخلين النجاشي جالس على عرشه ملكه وعلى يمينه عمر بن العاصر والصحابة دخلوا انفجعوا لما شاءوا والشابة هذا في مكة والشابة عندنا هنا في العبشة فلما جلس قال لهم النجاشي انكم اتيتم الى بلدي وانتم لستم على دين انتم انتم على دين وهذا اخبرنا عمر بن العاص اخبرنا بانكم تركتم ايضا دين ابائكم اجدادكم وش الدين اللي انتم عليه على اي دين انتم هنا تقدم جعفر رضي الله عنه وشوفوا الادب والحكمة وهذا هو تعليم القرآن هذا وهذه امة القرآن الحقيقية التي تتأدب باداب القرآن وبمن ادبه الله بالقرآن صلى الله عليه وسلم باداب من ادبه ربه بالقرآن الكريم ادبني ربي فاحسن تأديبي وتقول عائشة كان خلقه ايش صلى الله على نبيكم محمد صلوا عليه وسلموا تسليم واحمدوا الله ان جعلكم من امة محمد صلى الله عليه وسلم بدأ الخطاب الطويل المعروف بين النجاشي وبين جعفر وتكلم بكلام لا اريد ان اطيل للحديث عن القرآن تكلم بكلام بهر فيه النجاشي شاهدنا في هذا اللقاء قال له وبماذا يحدثكم نبيكم وش يقرأ عليكم ماذا يقول لكم قال اسمع ماذا يقول وش قرأ عليه فقرأ عليه من سورة مريم كافا يا عين صاد حتى بلغ القصة واذكر في الكتاب مريم اذ انتبذت من اهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا اليها روحنا فتمثل لها بشرا سوية والنجاشي يسمح يسمح الآيات قرآن قرآن يا جماعة لو انزلنا هذا القرآن على جبل يا جماعة ولذلك الاعداد اللي تم للرسول في اربعين سنة عليه الصلاة والسلام جعل قلبه قلب النبي فيه من الرحمة واللين والخشوع ما لا يصفه احد لكنه في القوة والتمالك فرسولكم من اقوى الرجال بل هو اقوىهم صلى الله عليه وسلم فتقوى رسولكم لو انزلنا هذا القرآن على جبل طيب كيف الرسول ينزل عليه القرآن صدق الله الناس نلقي عليك قولا ثقيل يقول جعفر فرفعت رأسي فاذا بالنجاش يبكي تأثر بالقرآن يا جماعة الكفار الكفار تأثرت بالقرآن وهي تسمع هذا القرآن قال والذي بعث عيسى بالحق ان الكلام الذي تقوله لانه ليخرج من مشكات الذي جاء بها عيسى يخرج من نفس المشكات وحي نور هدى يا جماعة أجلس مع نفسك وقرأ تأملوا فقط في الفاتحة الحمد لله الحمد لله رب العالمين قد وقفتوا معها الحمد لله رب العالمين سبعتاشر مرة نقراها في الصلوات وش معنى الحمد لله رب العالمين تخيل تحمد الله عليش تحمد على انك موحد والله فيه غيرنا اليوم يسجدون للشمس والفئران اكرمكم الله فيه عباد فئران اليوم على وجه الارض وان تقول الحمد لله اول نعمة تحمد الله عليش انك موحد تشهد لا اله الا الله وان محمد رسول الله الحمد لله رب العالمين تحمد الله على انه بعث لك افضل نبي الذي ختمت به الرسالات محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله الحمد لله رب العالمين الحمد لله عليش على انك تبصر وغيرك اعمى الحمد لله رب العالمين عليش انك تمشي وغيرك مقعد الحمد لله رب العالمين عندك اطفال وذرية وغيرك عقيم الحمد لله رب العالمين انك في امن وامان وغيرك في خوف وهلع وحروب الحمد لله رب العالمين تحمد الله على انك غني وغيرك فقير الحمد لله رب العالمين نعم الله لا تعد ولا تحصى وإن تعدوا نعمة الله يقول ابن سعدي رحمه الله إن الله قدم العد في سورة النحل قدم العد على الإحصاء لأنك لن تستطيع عد النعم فضلاً على أن تحصيها ما تقدر تعد نعم الله عليك فضلاً على أن تحصي هذه النعم ويسلم النجاشي ودار الحوار واكتمل ثم بقي الصحابة رضي الله عنهم آمنون في مكان وعند ملك عادل كما وصفه النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم القرآن نداء يناديك رب العالمين يا جماعة ثلاثة وعشرين سنة ثلاثة وعشرين سنة والقرآن ينزل على النبي يعقل أن الثلاثة وعشرين سنة ما عظمت القرآن عند من لم يعرف القرآن قيمة ثلاثة وعشرين سنة كأن الله يقول لنا أن هذا القرآن هو دستوركم وقال الرسول يا ربي أسألكم بالله بعضنا يمكن في رمضان بل يمكن بعضنا دار رمضان ورمضان لم يفتح القرآن يا جماعة يا جماعة القرآن هو كلام الله كلام الله إذا قرأت القرآن فأنت تستشعر أن الله يكلمك ولذلك عمر بن عبد العزيز إذا كبر قال الله أكبر الحمد لله رب العالمين يسكت الرحمن الرحيم يسكت مالك يوم الدين ثم يسكت قيل لي عمر لم تسكت بعد كل آية قال أستشعر أن الله يكلمني أليس النبي قال في الحديث القدسي الصلاة قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فإذا قال الحمد لله يقول الله إيش حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال إيش مجدني عبدي وإذا قال مالك يوم الدين قال أثناء علي عبدي وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي وإذا قال ولا الضالين آمين قال ولعبدي ما سأل أنا أسألكم إذا صليتم العشاء لا وكبرت استشعرها الحمد لله رب العالمين استشعر أن الله يقول حمدني عبدي ويذكرك باسمك حمد وفهد وزيد وعوض وخالد وعبد الله وفلان وعلان الرحمن الرحيم مجدني عبدي يا جماعة كلام الله لا يمل وهذا الكلام إذا قرأه المؤمن مستشعرا عرف أنه حق ولذلك أول الهجر هو هجر قراءته وتلاوته اثنين هجر التدبر ومعرفة معانيه تدبر القرآن الله جل وعلا يقول أفلا يتدبرون القرآن القرآن تدبروه تدبروه في الليل والنهار إذا سمعت القرآن يتلى فأرعي السمع وتدبر الآيات وأعرف معنى القرآن النبي عليه الصلاة والسلامه طالع يوم الهجرة يوم هجرته ويصعد على الجبل ويلتفت إلى الكعبة وتدمع عينه ويقول والله إنك لأحب البقاع إلي ولو لأن أهلك يخرجوني لما خرجت نزلت عليه على الجبل تحديدا سورة إيش القصص سورة القصص سورة القصص معناها من مقاصدها هذا علم من علوم القرآن مقاصد سور القرآن هو إيش الثقة بوعد الله والرسول تنزل عليه السورة تذكر قصة موسى مع فرعون ولاحظوا ما ذكرت التفاصيل ذكرت ولادته وذكرت وين ترب وذكرت من الذي أرضعه وذكرت بعد ذلك الزواجه من ابنة شعيب ثم آخر السورة آخر حزب أو آخر ربع في السورة تكلمت عن قصة قارون إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه من آخر الآيات فهذه السورة سورة القصص تؤكد ثقتك يا محمد بوعد الله كيف الرسول طالع على الجبل بيروح إلى غار ثور في طريقة للهجرة وتنزل السورة شوفوا وهو يسمع قول الله تبارك وتعالى أم موسى الله يخاطبها وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفتي عليه فألقيه في آية أخرى ضعيه في التابوت تخيلوا أم والله يقول لحطي هذه الطفل اللي تنتظر تسعة أشهر الآن أنت مأمورة تضعينه في تابوت في صندوق العقل العقل البشري يقول بأن الصناديق لا يحفظ فيها الأطفال وتابوت بعد يعني يحكم الإغلاق تحفظ فيه الجثث حتى لا تتعفن حطيه في التابوت سمعاً وطاعة حطته ظنت أم موسى أن التابوت قريب عندها عشان تفتحه وتخرج الطفل ويرضع ويشم هواء تنفسه وترجعه لا في أمر ثاني يا أم موسى وشه ألقيه في اليم يا رب أنا ألقي طفلي الرسول الآن تنزل عليه السورة هذه في الهجرة كأن الله يقول يا محمد مر عليك ما مر على إخوانك من الأنبياء يا محمد أنت خرجت من دارك وموسى أخرج كذلك من داره أخرج إني لك من الناصحين يا محمد أنت ولدت يتيماً صغيراً ونحن كذلك جعلنا موسى أياماً بعيداً عن أمه يا محمد استمع إلى هذه القصة ليهدأ قلبك ونثبتك الآن القرآن منهج وأنا أقولها الآن لكل مصاب لكل مهموم لكل محزون لكل مديون لكل من تراكمت عليه الديون لكل شخص يجد في نفسه لوعة من أسعى اسمعوا هذه السورة والأم تنظر وتضع الطفل طيب ألقيه في اليم شوفوا القرآن بليغ الله ما قال ضعيح قال ألقيه يعني يرمى يحذف فيحمله أمه تحمله أمه وأخته فترفع التابوت الصندوق وتلقيه في اليم تخير الأم ما يعرفها المشاعر للأمهات لا يعرفها إلا الآباء والأمهات الله يجعل والدينا ووالديكم في الجنة فتنظر الأم والموج يلعب في هذا الصندوق وقلبها متقطع خايفة على الطفل أن يموت يقول الله لها ولا تخافي يا رب حتى الخوف أنا أسلمت وآمنت ونفذت حطيتها في الصندوق وألقيت الصندوق في البحر التابوت لكن الخوف والله ليس اعتراضا إنما خوف جبل لي قال ولا تخافي طيب مني بخايفة لكن أبحزن على بعده قال ولا تحزني ثم يقولها الله بعدها إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين أنتم تخيلتوا الرسول يسمعها كأن الله يقول يا محمد حن رجعنا موسى هو طفل صغير في تابوت في صندوق في البحر إلى أمه وستعود إلى بلدك ولذلك جاء في آخر السورة في القصص إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد شفتوا الآيات ومناسبتها والرسول يسمع الآيات تتلى في الحديث أن النبي يقول أن أم موسى وضعت موسى في أول النهار وقد أرضعته من تديها الأيمن وما غابت شمس ذلك اليوم ولا جاع موسى إلا وهو يرضع من تديها العيسر رده ربي ولا ما رده رده الله ولذلك الله قال ليش قال إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين قال الله بعدها فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن وش قال بعدها ولتعلم أن إيش أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون وعد الله حق ولذلك والله الذي لا إله غيره أني أبشر كل محزون ومطرود ومبتلى وإخواننا المستضعفين في بقاع الأرض أقول اصبروا فإن وعد الله حق ولكن أكثر الناس لا يعلمون وسيأتي نصره وسيأتي الفرج واستقر النبي على الجبل بكل ثقة وهو يسمع القرآن لأن القرآن يا أمة القرآن القرآن منهج تربية القرآن يرسم لك الطريق ويعطيك الهدف ويحدد لك الوجه فإذا بالرسول يجلس ثلاث ليالي في الغار في غار ثور مع صاحبه أبو بكر وتنزل عليه الآيات لا تحزن إن الله معنا إلا تنصره فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما بالغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا تخيلوا ولما نزل الرسول يمشي في طريقه إلى المدينة شوف القرآن كيف أثر وكيف كان له أثر فإذا بسراقة يلحق برسول الله سراقة بعد ما ذهب الناس وقفوا عند الغار ما شافوا جعل الله بين أيديهم سد ومن خلفهم سد فأخشاهم فهم لا يبصرون وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون هم يشوفون المكان لكن الله أحال البصر من الذي يستطيع أن يجعل المبصر أعمى إلا الله من الذي جعل من عصى موسى ثعبانا من الذي جعل البحر يبسا من الذي جعل النار بردا وسلاما على إبراهيم من الذي جعل الحوت حضنا ودفءا ليونس عليه السلام الله جل في علاه هو الذي يجعل أبصارهم لا ترى رسوله صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظات سراقة شوفوا يلحق الرسول وابو بكر مرة يجي على يمين القصة المشهورة مرة على يسار مرة من قدام مرة من وراء ليش يا ابو بكر قال إني أخشى أن يأتوك من الخلف فأكون خلفك أو من الأمام فأكون في وجهك أو عن يمينك أو عن شمالك فأحوطك يا رسول الله قال لها النبي سلم أوترى يا أبا بكر أن تموت وأبقى قال نعم في ذاك أبي وأمي يا رسول الله أنا رجل ما أنا إلا رجل أموت رجل ما لقيمة هذا من تواضع رضي الله عنه وأما أنتم متماتة الأمة يا رسول الله الرسول يقرأ القرآن واش كان يقرأ يقرأ هذه السورة القصص يقول أبو بكر فسمعته يقرأها شوي التفت اللي فيه فارس شيء على الفرس قال يا رسول الله إني أرى فارسا خلفنا ورانا فارس والرسول ما تحرك ولا التفت ولا اهتز عليه الصلاة والسلام اللهم اكفنيه بما شئت اللهم اكفنيه بما شئت اللهم اكفنيه بما شئت وسقط من على فرسه سراقة فارس شجاع إذا ركب على ظهر الفرس يمسك سيفين ولا يمسك للفرس زماما أبدا لأنه واثق من نفسه ويسقط من على الفرس ثم يتقدم ويقول له ابو بكر يقول الرسول يا رسول الله إنه يقترب اللهم اكفنيه بما شئت يسقط ثلاث مرات فلما كان بينه وبين الرسول قرابة ظهر فرس يعني متر ونصف تقريبا التفت النبي إليه عليه عليه الصلاة والسلام قال سراقة والله إني أعلم أنك رجل ممنوع أنا عندي ثقة أني مستحيل أمسكك لكني أريد شيئا أنا أغرتني قريش بمية ناقة ولا أبغى أرجع ما معي شيء أعطني شيء يا محمد قال له الرسول إني أعيدك سواري كسرى أنتم متخيلين كيف أثر القرآن قال له كسرى من صجال هارب وما معك إلا صاحبك وعامر بن فهيرة الراعي كيف تقول لي كسرى من كسرى الفرص قال نعم كسرى الفرص قال والله إني أعلم أنك رجل لا تكذب عرفناك صادقا أمين فأعطيني ما يثبته كلامك لو رحت قلت القريش محمد اللي في ظنكم النهارب يعدني سواري كسرى لن يصدقونني قال اكتب له يا أبا بكر قال وماذا قال اكتب من محمد بن عبد الله إلى سراقة ابن مالك يعدك محمد سواري كسرى والسلام وخذ الكتاب راح ولم يسلم سراقة إلا يوم فتح مكة لما فتحت مكة وشاف الناس أقبلت على دين الله أسلم حتى التفت على العباس قال وعدني محمد وهو صادق أشهد أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله كيف يستطيع ثم توفي النبي صلى الله عليه وسلم وأدرك سراقة خلافة أبي بكر وتوفي أبو بكر ثم أدرك خلافة عمر رضي الله عنهم وفي خلافة عمر فتحت المدائن في فارس وأحضرت الكنوز وكان على رأسها السوارين ودخل أبو بكر المسجد وشاف الذهب وصعد على المنبر وحمد الله وأثنى عليه وصلى على رسوله صلى الله عليه وسلم ثم قال أين سراقة ولتفت الصحابة سراقة داخل المسجد بعصاء كبير وشاب رأسه ودق عظمه وانحنى ظهره وذاب جلده ويتقدم سراقة قال أعطني كتاب رسول الله الذي أعطاك يوم الهجرة يقول فأخرجته من ثوبي حاطة من شدة حفظه له فقرأه عمر على المنبر بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله إلى سراقة بن مالك يعيدك محمد سواري كسرى والسلام ثم قال عمر صدق صاحب هذا المقام صدق صاحب هذا المقام قم يا سراقة واخذ السوارين التي وعدك بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم الثقة ومعرفة القرآن وأن نعيش القرآن أيضا من طرق هجر القرآن ترك العمل بالقرآن العمل بكتاب الله الله لما يأمر الذي يتزوج الزوجتين أن يعدل بينهما فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة ولا يعدلوا بين الزوجات هل هذا عمل بالقرآن الكريم؟ الذي لا يربي أطفاله على الحق والسنة والكتاب هل أخذ بهذا القرآن الكريم؟ الذي يأمره الله جل وعلا به أن يعدل وأن يربي الأبناء وأن يقوم على تربيتهم وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم قال فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا الذي يظلم ويستغل المنصب والرئاسة ويظلم العمالة والخدم ويأخذ حقوق البشر ولا يعرف لوالدين حقا ولا للجاري مكانه ولا لصاحب العلم قدرا هل هذا عمل بكتاب الله جل وعلا؟ القرآن يُعمل به وترك العمل به أحد أسباب هجره أيضا من أسباب الهجر ترك الاستشفاء به الأمراض مرضين المرض العضوي ومرض القلب والقرآن هذا روح يا جماعة والله العظيم والذي نفسه بيده إن أصحاب أمراض القلوب وأمراض الأبدان لو استشفوا بالقرآن يقينا مصدقين بأن القرآن شفاء لوجدوا الشفاء والعافية من هذا الكتاب العظيم فيه شفاء وفيه الهدى وفيه النور فاستشفوا بالقرآن كم من القلوب التي ملئت حقدا وحسدا وغلا وشكا وحيانا عدم ثقة بموعود الله جل في علاه لو كان الصدق موجودا في نفوسنا بالقرآن الكريم لتغيرت النفوس كثيرا الأمر الخامس من أسباب أو طرق هجر القرآن عدم التحاكم إليه وتحكيمه بيننا سواء على مستوى الأفراد أو على مستوى الأمم النبي فيه يهوديين اثنين وجارهم مسلم المسلم سرق بيت اليهودي جيد فذهب المسلم ومعه مسلم آخر يخبرون النبي عليه الصلاة والسلام بأن الذي سرق كذب أنه اللي سرق اليهودي على اعتبار في تأويلهم ما دامه يهودي ما عندنا مشكلة لو أنه مسلم ما اتهمناه الرسول لم يكن هناك فيه بيّنة ولا فيه شهود إلا الذين شهدوا على هذا اليهودي فأراد النبي أن يحكم ضد اليهودي هذا لأنه سارق حسب شهادة الشهود فأنزل الله جل وعلا إِنَّا أَنْزَلْنَ إِلَيْكَ الْكِتَابِ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِالْعَدْلِ وَلَا تَكُلْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمَةً لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُلْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمَةً هذا القرآن وضع للتحاكم والرجوع إليه والحكم بكتابه سبحانه وتعالى أيضا من هجره من هجره الخجل منه وهذه ذكرها ابن القيم رحمه الله كيف الخجل منه بعض الناس إذا جلس ومعه مصحف وده يجلس مثلا في في انتظار في مستشفى أو في طائرة أو في مكان حتى خارج البلد المسلمة وتجده يرى أن هناك خجلا أنه يطلع المصحف ويقرأ أو أنه إذا كبر يصلي في زاوية إما في مطار أو غيره أن يجهر بصلاته خشية أن هو في ظن أنه خجلان أمام الناس أو يرى أحيانا بعض الأحكام في كتاب الله جل في علاه أنه يستحي منها هذا أحد أسباب هجر القرآن الكريم كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك يش حرج منه لا يكون في حيا من كتاب الله تبارك وتعالى يا جماع القرآن الكريم نزل بلغتكم بلغتكم العربية تدرون حجم المفردات العربية كم المفردات العربية من غير المشتقاتها كم عددها خمسين ألف كلمة مفردة الإنجليزية كم كلمة من غير اشتقاقاتها كم عشرين ألف القرآن الكريم لما نزل باللغة العربية أن تتحدث عن اللغة العربية التي لها مفردات ولها مشتقات اللغة الإنجليزية على سبيل المثال اثناثر اشتقاق لأكثر كلمة يعني الكلمة الواحدة اكثر كلمة انجليزية اطلع منها اشتقاقات مفردات اثناثر كلمة أما اللغة العربية من الكلمة الواحدة تصل لخمسة واربعين وأحيانيا لخمسين اشتقاق من الكلمة الواحدة اضرب خمسين أو خمسة واربعين في خمسين ألف شف كم عدد الكلمات التي تكون في القرآن الكريم اللغة العربية ايضا فيها جمال في لفظها في المبنى والمعنى كما يسميها للغة يكون الكلمة لها مبنى ولها معنى هذا لا يكون بالدقة وكذلك الذوق الا في القرآن الكريم شوفوا لما تأتي المدود في القرآن الصاخة المدود هنا جاءت مناسبة بما يسميها بعض اللغويين أجراس الكلمة مدود الكلمة معنى ضخامة الكلمة مثلا الطامة الحاقة حتى مدودها بمعنى مدود القرآن الكريم أو أحكام التجويد فيه تجد أنها تنطبق وتأتي بسلاسة هذه اللغة العربية التي نفتخر بها كانت اللغات أوروبا كانت تتحدث باللاتينية أو اللغة أو اللهجة اللاتينية ثم لما حدث أيام الرومان للانقلابات التي حصلت وأحداث السياسية تفرقت ودخلت عليها اللهجة العامية ثم بعد ذلك استقلت كل بلد بلهجة أو بلغة مستقلة بها الفرنسية والألمانية والأسبانية والبرتغالية وقس على ذلك لكن القرآن الكريم من رحمة الله بهذه الأمة أن ينزل القرآن بلغتنا وافتخروا أيها العرب أيها المسلمون يا أمة القرآن يا أمة نزل القرآن بلغتها افتخروا بكتابكم وبلغتكم وهذا القرآن الكريم الخطاب القرآني يحتوي على خمسة مواضيع رئيسية الموضوع الأول يتكلم عن معرفتك أو تعريفك بالله معرفة الله أسمائه صفاته ملكه سيطرته صمديته سبحانه وتعالى هذا الأول اثنين يتحدث عن معرفة سبب وجودك سبب خلقك لماذا خلقت كيف بدأت ولذلك ذكر قصتك قصة آدم كيف خلق الله آدم وكيف سواه وكيف نفخ فيه من روحه حتى تتذكر أصلك وكيف خلقك الله ثلاثة معرفة نعم الله وفضله عليك والله جل وعلا بيّن لك النعم وقال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وقال الله جل وعلا وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وقال تعالى أنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولذلك نعم الله كثير أربعة معرفة نهايتك ومصيرك ولذلك النهاية مئات الآيات عن الموت تتكلم ثم تذكرا فيه فريقين فريق في الجنة وفريق في السعير النار نعوذ بالله وإياكم النار جهنم الأمر الخامس والأخير إصلاح البشرية الشرائع الأخلاق استعمار الأرض الذي جاء من أجل الأنبياء والرسل ولذلك كل الأنبياء والرسل يدورون حول خمسة مقاصد رئيسية من يعرف مقاصد الشريعة حفظه حفظ الدين والعقل والنفس والعرض والمال القرآن يدور على حفظها الخمسة أشياء إذا جيت تتكلم عن النفس فجاء قال الله ولكم في القصاص حياة إن جيت تتكلم عن العقل فحرم الله علينا شرب الخمر والمسكرات أن جيت تتكلم على حفظ المال حرم الله علينا أن نبتاع بالربا أو نأكل أموال الحرام أن جيت تتكلم على العرض حرم الله جل وعلا الزنا والفواحش إذا جيت تتكلم كذلك على العقل فهو يحدثك الله سبحانه وتعالى عن الدين تتكلم عن قضية الدعوة إليه ودعوة الناس إلى التوحيد ولذلك من مميزات الخطاب القرآني إيش حاجتين الشمول كل أحكام الدين أتحداكم جيبوا لنا حكم في القرآن أو حكم في الدنيا ليس له أصل في كتاب الله جل في علا ما فرطنا في الكتاب إيش من شيء وقال الله جل وعلا ونزلنا عليك الكتابة تبيانا تبيانا لكل شيء كل شيء أي حكم في كتاب أي حكم في أرضك في الدنيا هنا ستجد حكما له في كتاب الله جل في علا ولذلك القرآن شامل وعام رسولنا خاص والعام للأمة قال الله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين واسمعوا قول الله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عاندتم حريص عليكم بالمؤمنين إيش رؤوف الرحيم ونبيكم صلى الله عليه وسلم دينه هذا رحمة كذلك للعالمين الأمر الآخر أن القرآن يخاطب العقل والقلب يخاطبك تارة بقلبك لأنك تعاطفي ويخاطب تارة أيضا عقلك قال الله أفرأيتم ما تمنون هذا خطاب في نوع من العقل أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون ثم الله يخاطب حتى أهل العقول قال الله أفرأيتم ما تحرثون أنتم حرثوا حطيتوا الحب لكن شوفوا ماذا قال الله أأنتم تزرعونه إيش أم نحن الزارعون أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم جبتوه نعم من البير لكن أأنتم أنزلتموه من المزني أم نحن المنزلون خاطب الله الناس بالقرآن الكريم على كل أحوالهم معجزة رسولكم صلى الله عليه وسلم هو القرآن العظيم موسى وش كانت معجزته العصى والسحر وعيسى ماذا كانت معجزته الطب يبرئ الأكمهة والأبرص وهذه معجزات وقتية لكن القرآن معجزة الإسلام ومعجز نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا يلا تعالوا يا جن وتعالوا يا إنس وتعالوا يا عباقرة وتعالوا يا خطباء وتعالوا يا شعراء وتعالوا يا بلغاء نتحداكم بل ليس بالقرآن كله يأتوا بسورة مثله وبعشر سور بل تحدى الله بآية نتحداكم تأتون بآية من مثل هذا القرآن ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا إعجاز بلاغي بياني إعجاز تصويري إعجاز علمي إعجاز رقمي إعجاز تشريعي إصلاحي كل زمان سيتغير لما كان المشركون في عهد النبي ما كانوا يعرفون إعجاز العلمي لكن الله جعل في القرآن إعجازا علميا لأن الله في علمه الواسع يعلم أنه سيأتي 2020 و2021 وتبدأ الناس تتحدث عن العلم فيأتي هذا الإعجاز العلمي حتى إذا جئتم بمخترعات ومكتشفات ونظرتم إلى أمر تظنون أنكم سبقتون يا إهلاء لما أرسل الله مع جبريل في يوم الإسراء والمعراج البراق البراق النبي يصف ذلك البراق أنه أصغر من البغلة أو أصغر أكبر أصغر من الحمار أكبر من الحمار وأصغر من البغلة قال النبي إن حافره في البخاري ينتهي لمن تهى إليه نظره هذا البراق والبراق هو الذي أسرى بالرسول من مكة إلى وين إلى المسل الأقصى أما المعراج لا المعراج لم يوصف لنا في السنة واختلف العلماء في وصفه هل هو سلم؟ لم يرى لكن المعراج غير البراق البراق هذا كأن الله يقول لنا تعالوا أنتم سيأتي علم تفتخرون به أكبر سفينة فضائية اليوم تصل إلى أقرب أقرب كما يقال جرم أو كوكب قريب للأرض يأخذ ثلاثة آلاف وخمسمية سنة هذا إذا مشى في الساعة سبعة آلاف كيلو حتى يصل إلى أقرب كوكب إلى الأرض فكيف بهذه المعجزة العظيمة ولذلك الإعجاز العلمي والبياني والبلاغي في هذا القرآن الكريم سترون العجب شوفوا لما قال الله في الإعجاز البياني وسيق الذين كفروا أو قال قبل وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوا وش قال الله بعدها وولا فتحت على طول وفتحت لما جاء في وصف الكفار وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا قال الله لما وصل إلى قولي تعالى قال وش بعد إيش فتحت لم يأتي الواو ليش من يعرف الواو هنا بمعنى إيش بمعنى التناقل لأن الكفار لازم يتفاجأون بالعذاب يجوا مباشرة يتفاجأون يشوفوا العذاب أمامهم أما المؤمنين لا ننقلهم من مرحلة إلى مرحلة في النعيم حتى يأتون بهذا التناقل فيرون نعيم الله تبارك وتعالى الصبر لما يكون صبر على العدو أو على عدو أو صبر على مصيبة قال الله جل على واصبر على ما أصابك إن إيش إن ذلك من عزم الأمور ولما قال الله فيما يتعلق بالعدو اختلف الموضوع قال ولمن صبر وغفر إن ذلك يش لمن عزم الأمور يحتاج هنا إلى اللام لام التوكيد وهذا من بلاغة هذا القرآن الكريم لما قال الله امرأة فرعون وامرأة لوط وامرأة نوح وامرأة العزيز ذكر الله لفظ المرأة في القرآن الكريم في أكثر من موضع وذكر الله أزواجا لتسكنوا إليها ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا لماذا الله جعل يذكر مرة أزواج ومرة يذكر امرأة من يعرف متى تذكر امرأة ومتى تذكر زوجة أو لفظ الزواج أو أزواجا المرأة أزواجا تذكر في حالة في حب ومودة وتوافق بين الزوجين ومن آيات خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وأما إذا كان مجرد زواجا عاديا من غير حب ولا مودة ولا رحمة تأتي بلفظ امرأة امرأة فرعون امرأة لوط امرأة نوح امرأة العزيز وقس على ذلك في القرآن في القرآن العظيم أيضا امرأة زكريا قبل أن تحمل قال وامرأتي إيش عاقرة ولما بشره الله بولد قال وأصلحنا له زوجة وهذا أيضا يعني أن القرآن الكريم يعطيك هذه البلاغة اختيار المعنى واختيار المبنى تتكرر الحروف أحيانا يوسوس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس إذا زلزلت الأرض زلزالها إعجاز الجمل يقول الله جل وعلا ووصينا الإنسان بوالديه ركزوا معي لأن لكل واحد مننا آباء ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه إيش شوفوا قال وصينا الإنسان بوالديه ثم قال حملته أمه ما قال أبوه ما جاء بطالبه هنا قال والديه أمه وهنا على وهن وفي صاله في عامين آخره قال نشكر لي إيش ولي والديك ليش ما قال اشكر لي ولي أمك أو اشكر لي ولي أبيك وليش في النص قال أمة من يعطيني هذا استنباط في قمة الأهمية في نظري ليش الله ذكر الأم في النص والديه جيت في الأولى ووصينا الإنسان بوالديه وفي الأخير أنا شكر لي ولي والديك وفي منتصف الآيات قال حملته أمه ما جاء بذكر الأب ليش لأنك إذا كبرت سترى فضل أبوك عليك اللي هو الرجل في إنفاقه وتربيته وحرصه لكن في مرحلة أنت ما شفتها أنت صغير مرحلة الحمل والولادة أنت ما شفتها وقد تكون نسيتها أو تتناساها نذكرك أنها حملتك وهنا على وهن وحملتك كرها وعانت منها المرحلة فنجعل الصورة الذهنية تتقرب ونأتي هنا بلفظ الأم لوحدها حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا يا رب العالمين القرآن الكريم سورة مريم تتكلم عن إيش تتكلم عن الولد الولد واليوم لو يبغل تتكلم هذا أحد مقاصد هذه السورة الولد وكل السورة جاءت تتحدث على الولد واذكر عبده قال سبحانه وتعالى كافها يا عين صادك ورحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداءا خفية والله جل وعلا من مقاصد السورة هو التوريث نبغى نورث لكن هنا ما نبغاك تورث لنا مال ولا سلطان ولا جاه لا نبغاك تورث الدين وتورث الحق قال يريثني ويرثوا إيش من آل يعقوب وش يريثون يريثون النبوة يريثون الحق واجعله ربي رضيها ولاحظوا جاءت بذكر الأبناء ولذلك جاب الله لنا نموذجين نموذج مريم وابنها عيسى ومع ذلك الله جل وعلا لما ذكر القصة قصة مريم وهي تحمل عيسى من غير أب قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأسو وما كانت أمك بغية فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت إلى آخر الآيات وكذلك أيضا قصة إبراهيم ذكر الله نموذج أن التوريث يكون الإنسان الذي يريث الحق قد يورثه وإذا لم يريثه ومن ورثه عرف قيمة الذي لم يورث حتى يعني إبراهيم عليه السلام يأتيه أبوه يخاطبه واذكر في الكتاب إبراهيم أنه كان صديق النبي إذ قال لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا إلى آخر الآيات فكان يرتفع معه في هذا الخطاب الجميل في غاية البر والأدب ثم جاءت السورة تتكلم أيضا عن قضية الولد لكنها تكلمت عن الوليد بن المغيرة اللي تكبر شاف نفسه على النبي معه عشرة أبناء وقيل اثنعش يمشي خمسة على يمين وخمسة على يسارة يقول أنا أأتيكم بقوة تدمغ محمد وما جاء به وقال الله فرأيت من اتأق ذكر الله جل وعلا عن الوليد بن المغيرة وهو يقبل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال أوتيننا مالا وولد أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهد كلا سنكتب ما يقول وهذه هي قضية هذا الولد ولذلك السور في القرآن الكريم تأتي بهذا النسق العظيم الجميل أيها الأحبة في الله القرآن الكريم لا يقل قدرا في حينما نعظم نحن نرى الآن السماء والأرض وننبهر من ملكوت الله وخلقه وهذا إيمان لكن لاحظوا القرآن الكريم الله يقول تبارك الذي بيده الملك إذا جاء يتكلم عن ملكوته وهو على كل شيء قدير في نفس الوقت يقول الله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده الله الذي قال عن الخلق قال الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون قال الله جل وعلا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا الذي قال فلا أقسم بمواقع النجوم وهذه أمر خلق عظيم قال فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم ثم قال إنه لقرآن كريم فيبين الله جل وعلا مكانة هذا القرآن العظيم الذي أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم أيها المؤمنون الجن سمعت القرآن وعرفت مكانته لما رجع النبي من رحلته رحلة الطائف المؤلمة لما خرج النبي من أهل مكة فارم منهم ومن أذاهم ذهب يبحث عن قبائل الطائف حتى يحاولوا حمايته صلى الله عليه وسلم فاستقبلوه بالرفض والرد بل والإيذاء والضرب والطرد عليه الصلاة والسلام ويخرج صلى الله عليه وسلم ويرجم بالحجارة وتدما قدميه ويقف صلى الله عليه وسلم يمشي إلى قرن الثعالب من شدة الموقف ويقول وإن كان في الحديث ضعف هذا اللفظ اللهم إني أشكو إليك ضعفي وقلة حيلتي وهواني على الناس أنت ربي ورب المستضعفين إلى من تكلني إلى عدو يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي غير أن عافيتك أوسع لي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والدين إن لم يكن بك غضب علي النبي يخشى أن الله قد غضب عليه ثم يأتيه ملك الجبال ويسلم عليه مع جبريل جبريل سلم عليه وقال يا محمد إن معي ملك الجبال أرسله الله لك فسلم عليه ملك الجبال وأول مرة يشوف النبي عليه الصلاة والسلام ملك غير جبريل في تلك الرحلة وقال لو شئت يا محمد لأطبق عليهم الأخشبين أي الجبلين قال لا لعل الله يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله تقدم النبي ومشى وهذا الشاهد ثم قام وصلى مطرود وتدمى قدميه وبه من الهم والحزن بعد وفاة خديجة وابو طالب وموقف أهل الطائف وهو يقرأ القرآن ويصلي الليل جالس يدعو الطائف وطردوه وكأن الله يقول يا محمد نحن الذي ندبر الأمر أنت أردت أهل الطائف ولم يستمعوا لك لكن سنأتي بقوم آخرين يستمعون لك قال الله جل وعلا وإذ صرفنا إليك القرآن وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن جاءت الجن تستمع إلى النبي وهو واقف يصلي فسمعت القرآن العظيم فلما حضروه قالوا إيش أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين يا جماع الجن سمعت القرآن من أول مرة وأسلمت وآمنت لا أذهبت منذرة داعية إلى هذا القرآن العظيم وخفف الله عن نبيه بإيمان الجن حينما سمعوا القرآن قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتاباً أنزل من بعد موسى مصدقاً لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله أجيبوا داعي الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاء بهذا القرآن العظيم يا أمة الإسلام يا أمة القرآن لن تنتصر أمة محمد إلا بالقرآن الكريم ولذلك خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه كان يقرأ القرآن ولما سمع مثل الحي والميت قال مثل الذي يقرأ القرآن كمثل الحي والميت يقول خالد والله لا يضيرني أن أدخل على عدوي وإن كان أقوى مني في العتاد والعدة لأني أنا حي وهو ميت يتأول هذا الحديث يقول أنا معي القرآن وهم ليس معهم القرآن الكريم نصرة الأمة إذا عرفت القرآن أمة محمد حولت الأرض كلها برسولها صلى الله عليه وسلم وبهذا القرآن من أمة ترعى الغنم إلى أمة تقود الأمم أمتكم قبل القرآن كانت أمة ترعى الغنم أمة ما لها قيمة حنا كنا في يوم من الأيام الأمة الأولى رقم واحد وكانت أوروبا وبلاد الروم وفارس كانت ترتيبها يأتي 140 اليوم وللأسف الشديد بعد 1400 سنة ونحن في أمر حقيقة مخزي في واقع أليم يوم أن تأخرت الأمة في أواخر ذكب الله جل وعلا يأمرنا أن نعرف قيمة وقدر هذا القرآن النبي يقول وأختم اقرأوا القرآن يا شباب يا نساء يا رجال في سيارتك اسمع القرآن واقرأ القرآن في بيتك اقرأ القرآن اسمعوا الحديث تأملوه اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا شفيعا لأصحابه ما قال احفظوا والحفظ مرتبة أعلى لكن قال اقرأوا لا تتعذر منك من تبحافظ اقرأ القرآن فإنه يأتي شفيعا لكم يوم القيامة القرآن يحاج عنك يوم القيامة عند الله جل في علاه وكلنا بحاجة في ذلك الموطن أن يحاج عننا القرآن العظيم يأتي يوم القيامة القرآن وأهله منهم يا رسول الله الذين كانوا يعملون به في الدنيا تقدمهم سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما وفي رواية ولهما غمامتان ظلتان ظل فوق الشخص تضلل عليه يوم لا ظل إلا ظل عرش الرحمن أو تستظل تحت العرش بصدقتك أو تستظل بحفظك لكتاب الله يقال لقارئ القرآن اقرأ ورتل وارتقي كما كنت تقرأ وترتل في الدنيا هنيئا لشباب القرآن وهنيئا لحلقات القرآن وهنيئا لآبائنا الكبار في السن وأمهاتنا وأخواتنا الذين يجلسون الليلة والنهار يقرؤون القرآن ولذلك العلماء من هذا الحديث بعضهم يقول إن عدد منازل درجات الجنة بعدد آيات القرآن الكريم يقال اقرأ وارتقي فإن منزلتك عند إيش عند آخر آية تقرأها عند آخر آية يوم القيامة إذا قيل لك اقرأ ووقفت يوم القيامة واش تقف عليه تقف على آية وحده احفظوا واقرأوا القرآن ورتلوه حتى يأتي هذا القرآن يوم القيامة شفيعا لك وترتفع به منزلة تلو الأخرى حتى تكون في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن الذي في جوفه القرآن أن الذي ليس ليس في جوفه القرآن كالبيت الخرب بيت خربان زينوا بيوتكم هذا البيت اللي تحتاج يوم القيامة زينواه بالقرآن الكريم اقرأوا سورة البقرة واقرأوا صور القرآن الكريم واستشعروا هذا القرآن الكريم لا أقول ألف لام ميم حرف واشوفوا الله هنا جعلها ألف لام ميم عشان يعلمنا أنها في سورة الفيل مثلا ألم ترى أنها ثلاثة حروف بعد ليش هنا نقراها ألف لام ميم وهناك ألم ترى هكذا جاءت الأحرف بقراءتها نقرأها تعبدا لكن في الأجر هي ثلاثة حروف ألف لام ميم وألم ترى ثلاثة حروف ولا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف بسم الله الرحمن الرحيم تسع طعشر حرف كم فيها من حسنة إذا ضربناها في عشرة مئة وتسعين الجزء الواحد كم فيه من حرف جزء القرآن الواحد في سبعين ألف حرف أضربها في عشرة سبعمائة ألف حرف والله يضاعف لمن يشاء فضل الله عظيم سبعمائة ألف حرف سبعمائة ألف حرف في جزء واحد مقدار القراءة بالتوقيت بالساعة اللي بيقرأ من الماهر بالقراءة طبعاً الذي لا يتتعتع فيه ثلث ساعة عشرين دقيقة إلى نصف ساعة تستطيع أن تقرأ القرآن أو تقرأ جزءاً من القرآن الكريم يا جماعة لماذا هجرنا هذا القرآن أهل الله وخاصته هم أهل الكتاب والقرآن أهل كتاب الله هم أهل الله معنى أهل الله هنا يعني أولياء الله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون أيها الأحبة اجعلوا القرآن صاحبكم في الدنيا وفي الآخرة واختموا القرآن بقدر ما تستطيعون نصيحة لا يمر عليك الشهر من غير أن تختم كتاب الله اليوم إذاعة القرآن مشكورة نشكر الإخوة الكرام والقنوات الإسلامية التي تبث القرآن على مدار الساعة تبث لكم القرآن كامل خلال شهر على مدار اليوم وبأصوات القرآن المتقنين الحفاظ المجودين تسمع إمة الحرمين الأحياء منهم وبعض الأموات وتسمع إمة أهل الإسلام من القرآن المشاهير وترى الصوت الندي وتسمعه يا جماع القرآن حلاوة لقلوبنا وراحة لأبداننا ألا بذكر الله تطمئن القلوب لا يمر عليك الشهر إلا وقد ختمت ولو مرة واحدة الصحابة أتوا إلى النبي واشتكى ذلك من الصحابي قال يا رسول الله إني أريد أن أقرأ القرآن يعني أختمه أقدر عليه في كل كم قال في الشهر مرة قال إني أستطيع أكثر من ذلك قال كل عشرين قال أستطيع أكثر قال كل خمس طعش قال أكثر قال كل عشر قال أكثر قال كل خمس ليال ثم قال أستطيع أكثر قال كل ثلاث ليال ثلاث ليال أحد السلف دخلوا عليه من الصحابة وهو يبكي قال له بعض الصحابة أفقدت مالك قال لا أعظم قال أمات أحد من أهلك قال لا أعظم قالوا ماذا حصل لك قال والله إنه ذهب علي وردي البارحة ما قرأت القرآن الكريم ليش قال ما ذاك إلا بذنبنا اقترفته يبكي على أنه ترك ورده ليلة من القرآن الكريم فكيف بمن يترك القرآن الكريم أياماً وأياماً كثيرة أسأل الله أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلبي وقلوبكم وأن يجعله سبباً لنصرتنا وسبباً لتوفيقنا وعزاً لأمتنا وصلاحاً لأبنائنا وهدايةً لأنفسنا ولنسائنا وأمناً في ديارنا وصلاحاً لولاة أمرنا ودليلاً لعلمائنا وحكماً لقضاتنا وشفاءً لمرضانا وأن يجعل القرآن طريقنا إلى جنات جنات رب العالمين نسأل الله أن يجعل القرآن الكريم شفاءً لكل المرضى وذهابًا لكل مبتلى يعني يذهب ببلاء كل مبتلى وأسأل الله جلت قدرته في هذه الساعة الكريمة أن لا يفرِّق هذا الجمع إلا وقد غفر ذنوبنا وسترى عيوبنا احمدوا الله على نعمة الإسلام ونعمة القرآن ونعمة التوحيد والسنة احمدوا الله حمداً كثيراً واشكروه وحدِّثوا بهذه النعمة وأما بنعمة ربك فحدِّث احمدوا الله على نعمة الأمن والأمان احمدوا الله على نعمة الاستقرار احمدوا الله جلَّت قدرته على نعمة اجتماع الكلمة في بلادنا هذه وادعوا الله وخصوا وألحوا لإخوانكم المسلمين المضطهدين والمستضعفين أن يجمع الله لهم كلمتهم وأن يوحد صفهم وأن يدحر عدوهم وأن يجعلهم هداتاً مهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم منصر سائر إخواننا المستضعفين في فلسطين وفي سوريا وفي اليمن واحقن دماءهم في مصر وفي باكستان وفي لبنان وفي سائر بلاد المسلمين اللهم اجمع لهم كلمتهم ووحدٍ لهم لهم صفهم اللهم كلهم ناصرًا يوم قلَّ الناصر وكلهم معينٌ يوم فُقد المعين يا ذا الجلال والإكراب اللهم من كان معنا وبيننا أو يسمعنا مريضًا فاشفه ومبتلًا فعافه ومدينا فقرِدينه اللهم أصلِح شبابنا ونساؤنا وأقرَّ عيون بصلاح فتياتنا وسترهن اللهم يا ذا الجلال والإكرام أنت الله لا إله إلا أنت نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء وأنت القوي ونحن الضعفاء وأنت الكريم ونحن البخلاء اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا سحا غدقا مجللا نافعا غير ضار يا رب العالمين اللهم اجعله يا حي يا قيوم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا بلاء ولا غرق اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أصلح ولا تأمورنا في هذه البلاد واجعلهم هداتا مهتدين غير الضالين ولا مظلين وقرب منهم البطانة الصالحة الناصحة يا رب العالمين واجعل بلادنا المملكة العربية السعودية آمنة مطمئنة يا ذا الجلال والإكرام وسائر بلاد المسلمين إنك على ذلك قدير شكر الله لكم أيها الفضلاء القائمين على هذه السلسلة المباركة التي عنونتم لها بتدبر وأشكر الإخوة الذين أيضا حضروا من إذاعة القرآن والقنوات على نقلي أو بثي أو تسجيل هذا اللقاء جعل الله ذلك في ميزان حسناتهم إن كان من صواب فمن الله وحده وإن كان من خطأ وتقصير فمن أنفسنا ونعود بالله من الشيطان الرجيم ونستغفر الله إنه كان غفارا هذا وصل على محمد بن عبد الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته